فيما يتعلق بالأجواء الداخلية في إيران حتى اللحظة تم الإعلان عن إلغاء العديد من المؤتمرات الصحفية على سبيل المثال كان في مثل هذا التوقيت لا بد من أن ينطلق المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية تم تأجيلها أيضا هناك جلسة برلمانية مفتوحة كان من المقرر عقدها بصباح الغد تم أيضا تأجيلها العديد من الفعاليات الرياضية وغيرها ولكن حتى اللحظة لم يتم الإعلان الحداد ومتوقع أن يتم ذلك من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي أيضا فيما يتعلق بالصعيد السياسي يمكن الإشارة هنا لأهمية التصريح الذي جاء من قبل وزير الخارجية الإيرانية السابق محمد جواب ضريف بشأن حادث الأمس على اعتبار أن التحقيقات ما تزال متواصلة هل هناك كيف تمت هذه الحادثة كان لديه تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي قال فيه من أنه أمريكا هي المسؤولة عن حادث وكارثة الأمس على حد قوله باعتبارها حضرت بيع الطائرات إلى إيران وكذلك بيع قطع غيار الطائرات المدنية إلى إيران وبالتالي هي المعنية والمسؤولة الأولى عما جرى من حادث وهذا يريد القول محمد جواب ضريف أنه في حال سارت التحقيقات في إيران باتجاه أنه حادث عرضي يتعلق بأنواع الجوية والرؤية والضباب والرياح وكل ما جرى التأكيد عليه خلال الساعات الماضية منذ ساعة الإعلان عن الحادث حتى الآن بأنه لم يكن حادث أمني أو مدبر أو مخطط له باختيال يبقى ذلك هو يقع على عاتق أمريكا ووثقا لضريف من أنها تضاف إلى قائمة الجرائم على حد قولها الأمريكية إذا إيران التي اتخذتها على مدى السنوات والعقود الماضية المتمثلة بالعقوبات الأمريكية على إيران من طهران مرسل تلفزيون العربي ياسر مسعود شكرا جزيلا لك ياسر على هذه الأمريكية